كمان من ضمن الأخبار المهمة النهاردة كان فيه بعض التدريبات التأهيلية سواء العمر السولية أو أجياء أو محمود وحيد احنا عارفين ان عمر السولية خلاص شفية تماما من فيروس كورونا فبالتالي بيتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية من خلال بعض التدريبات التأهيلية ما اعتقدش طبعا ان عمر سيلحق مباراة الانتاج الله اعلم يعني لسه فيه تدريب بكرة حسب برضو رؤية الجهاز الفني ومدى يعني جهزية عمر السولية البدنية للمشاركة في هذه المباراة لكن هو طبيا جاهز مليون في المية وبنقول له الحمد لله على السلامة بالنسبة للجونيور أجياء وأجياء احنا دايما بنتابع أخباره أول بأول لأنه هو لعيب وورقة مهمة جدا جدا ساهم في بطول الدورة الأبطال الأفريقية بشكل كبير وممكن تحتاجه بشكل أكبر في كأس العالم الاندية مطلع الشهر مقبل بإذن الله تعالى فالرجل بيعمل بعض التدريبات أيضا التأهيلية المهمة بالنسبة له عشان كخطوة بالنسبة له أنه ينضم لتدريبات الجماعية مع الفريق وبالتالي ربما يكون جاهز للحق بكأس العالم الاندية مع الفترة اللي جاية هنتأكد من القصة دي بشكل أكبر ومع تطور أو مدى تطور الحالة البدنية بالنسبة لجونيور أجياء بالنسبة لي محمود وحيد كان عنده كادمة في الرجبة وبعض الألام العضلية بيعمل أيضا بعض التدريبات التأهيلية المهمة بالنسبة له وتدريبات استشفائية عشان يدخل وانخرط فيها التدريبات الجماعية مع الفرقة بإذن الله تعالى تعالى